السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الأنواع المميزة في التربية دجاج التسمين له صفات إمتاجية عالية زي ما قلنا له مزاق عالي بيتطفق عليه كل البشر في عمليات التغذية عليه مفيش أي مجتمع سواء كان كل المجتمعات الشرقية أو المجتمعات الغربية كلها طبعا يعني بتقر بأكله وحلاله مفيش أدنى مشكلة لذلك ده بيدي نحية تسويقية عالية جدا لدجاج التسمين كنا تكلمنا المرة اللي فاتت على طبعا الخصائص المميزة لسلالات دجاج إمتاج اللح وعرفنا بعض الأشياء اللي هنستخدمها في عمليات التحضين ووصلنا لأن احنا دلوقتي لما نيجي نفرخ الكاتكوت بعد عملية الفاكس حيظهر عندي بعض الصفات إزاي نتعامل معها ده اللي هنعرفه إن شاء الله بإذن الله خلال الحلقة دي إيه الأنواع الصالحة للاستكمال إيه الأنواع اللي بيتم استبعدها بعد إجراء عملية التفريخ ده كلام مهم جدا كيفية إعداد الحضانة كيفية تقديم التغذية للدجاج حاجات كتير جدا إن شاء الله بإذن الله تنال الحلقة أعجبكم ونقدر نفيدكم فيها على مدار السعادية إن شاء الله تعالى كده نبص مع بعض في كيفية الحكم على جودة الكاتكيت يمكن الحكم على جودة الكاتكيت من خلال الآتي أن يكون خاليا من العيون يعني حضرتك عايز تشوف الكاتكوت ده جودته عالية ولا جودته منخفضة من إيه قال لي طبعا إن أنا حنشوف الكاتكوت حنستبعد إيه من الكاتكيت دي بعد عملية الفاكس قال لي التواء الأرجل أو الرقبة لقيت الأرجل ملتوية أو الرقبة ملتوية خلاص الكاتكوت ده ما ينفعش معاي الكاتكوت العرجاء اللي بتعرض خلاص دي مستبعدة العمياء مستبعدة المنفرجة الأرجل منفرجة الأرجل يعني إيه رجلاء تمام مستبعدة تشوه المنقاء المنقر مش مصبوط تستبع التهابات بالصرة الضعف والهزاء الضعف والهزاء باردة الجسم الجفاف متدلات الأجنحة معدل نمو الريش عند الاستلام تمام حيث أنها مؤشر على عمر الكاتكوت وغالبا ما تصاحب بالجفاف ايه بقى الكلام ده حضرتك انا بيطلع لي مجموعة من الاشياء اللي انا بنشوفها طبعا فيه الخصائص المميزة انا عايز كاتكوت سليم كاتكوت معاذة في بعض الصفات او بعض الحاجات اللي انا بنشوفها اللي حنستبعد على طوام كاتكوت منفرجة الارجل مستبعدة كاتكوت عرجاء مستبعدة تمام كاتكوت عليه زي ما قلتلك يكون الارجل ملتوية الرقبة ملتوية في بعض هذه الاشياء طب ليه مستر انا نستبعد نه انا طبعا كل حاجة بالنسبة لي لها حاجة انا حنربي بغرض التربية وعايز القطيع يستمر معي في النمو ما ناخدش قطيع مصاب ببعض الامراض طبعا هيحصل طبعا عدوانيات وحيحصل طبعا ظاهرة افتراس من اللي مش عارف يمشي حيندس عليه طب انا بنتلافى كل هزي الاخطاء وتستبعد كل هزي الانواع يبا يفضل استبعاد الاشياء اللي بها اي عيون طب دي بتروح فين يا مستر اما بيتم اعدامها او حرقها تمام او دفنها او بيتم تسوقها وبحل بعض الناس بها بتاخدها كده على طول تبحها هما بياخدوها ببلاش من المعامل ديه وياخدوها هما يتسوقوا فيها زي ما يطلع لهم في اي مبلغ لان هي مش مكلفة حاجة لكن كل هزي الاصناف يتم استبعادها تماما 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 فيه نقطة هنا قلنا عند الاستلام يكون ايه بيقول لي اه حيثوا انها معدل نمو الريش طب ليه معدل نمو الريش لان معدل نمو الريش ده يا جماعة دليل على سرعة النمو يعني لو كان معدل نمو الريش مرتفع يبا ايزا عندي حيكون فيه سرعة في ايه في النمو اذا انا نراعي هزي الاشياء ونشوف الطائر ده ماكسي بالريش ولا لا عشان ده مقياس وهناك علاقة ارضية تمام بين نمو الريش وسرعة النمو سرعة التريش وسرعة النمو علاقة ارضية كلما زادت سرعة التريش كلما زادت سرعة النمو فلازم نبلمح كده وانا بنشتري كتكين كتكوت مساجة كتكوت خمسة ستة كده بايدي كده بقبضة ايدي وقلبتهم لقيت فيه نقطة كده حمرة تمام في بطن الطائر او نقطة سوداء قد تتحول للون الاسود دي دليل على ان الطائر ده مصاب او الكتكوت ده مصاب بمرض اسمه التهاب سري هو مش مرض ولكن ده بيجي نتيجة ارتفاع الحرارة اثناء عملية التفريخ لكن الكتكوت ده مصاب وبالتالي مش هيعيش معاك او مش هيكمل معاك فبالتالي ده يستبع مع العرجاء مع العمياء مع اللي هو زي ما قلتلك المنفرجة الارجل مع كل الاشياء اللي احنا اخدناها وقلناها تعالا كده نشوفه ايه اللي جاي بعد كده بنقوله الظروف البيئية اللازمة خلال مرحلة التحديد ايه بقى اللي احنا هنعوزه اسناء مرحلة التحديد بيقولي طبعا بتعبر الاضاءة او تعتبر الاضاءة احد العناصر الاساسية الداخلة في انتجية دجاج التسمية حيث يعمل الضوء على التنشيط الهرموني الذي يؤثر بدوره في عمليات التمثيل الغذائي في جسم الطائر وتنشيط هرمونات النمو المكسبة للطائر وزنا اعلى ايه يا مستر الكلام ده تعالا لي بقى بص معايا الاضاءة يا جماعة احد اهم العوامل البيئية للطائر معقولة يا مستر اهم الاضاءة دي الكلام اللي هو الدش اللي انت شايفه ده باختصار شديد الاضاءة بتسقط على الغدة النخامية الموجودة في المخ لما تسقط عليها يزيد افرازات طب لما بيزيد افرازاتها بتزيد شهية الطائر للتخزية طب لما تزيد شهية الطائر للتخزية اتغزك تيه يبقى معدلات النمو بتاعته حتزيد ولا حتزيد اذا الاضاءة من العوامل الهمة جدا التي يجب ألا تغفى لذلك تلاقي كل الناس عشوائيا كده طبعا والدتي في البيوت والدتك في البيوت من غير كلام بتلاقيها عاملة اي عشة كده على السطحة او خزانة بتكون حتى فيها لمبة من غير ما تعرف هي حاسة ان اللمبة دي مفيدة لكن مش عارف الكلام اللي احنا بنقوله ان الاضاءة همه جدا وبتعمل طبعا تغيرات هرمونية اللي هو الكلام اللي قالك عليه هذه التغيرات الهرمونية بتزود من شهية الطائر بتزود من عملية النطج الجنسي ودي مهمة جدا فالطائر لو كان فيه مرحلة نطج جنسي بتزود من كفاءة عملية الاخصاء وكفاءة عملية التلقيح يعني تخيل انت شايف بس عامل واحد اللي هو الاضاءة زود سرعة النمو زود سرعة النطج الجنسي والكلام ده كله ادى الى زيادة عملية الاخصاء ولما تزيد عملية الاخصاء هتزيد نسبة الفاكس في البيت شايف كل العوامل دي جات لنا من ايه من الاضاءة طب تعالا نكمل مع بعض طب الاضاءة في العنابق يتم استمرار الاضاءة طول 24 ساعة ويتم اظلام ساعة ثم اتباع برامج الاضاءة الموسيبه حسب القواعد المعمول بها يبقى المهم الاضاءة مستمرة لمدة كام 24 ساعة بتظلم بس الغرفة تمام اللي ايه او العنبر لمدة ايه ساعة واحدة ثم يتم اتباع برنامج الاضاءة الموسيبه انواع لمبات المستخدمة لمبات اسمها لمبات التينج ستايل وهي تحتاج لعاكس وعمرها 750 ساعة يعني يا مستر عمرها 750 ساعة يعني تشتغل لمدة 750 ساعة بعدها تتغير عشان تديك نفس الكفاءة اللي كانت شغالة به تمام دي اسمها لمبات اللي يا شباب لمبات التينج ستايل يبقى اول نوع من انواع اللمبات المستخدمة فيها عملية الاضاءة اللي احنا قلنا مهمة جدا للطائر ومهمة جدا لعمليات النمو اللي هي لمبات التينج ستايل طب تاني نوع لمبات اسمها لمبات الفولورسينت لمبات اسمها مين يا شباب لمبات الفولورسينت وتعادل كفاءته من 3 الى 4 مرات كفاءة ضوء اللمبات العادية وتكلفتها اعلى وعمرها ايه اطول كويس اول يبا لو حد بيسألك بيقولك اهنه نوع لمبات نستخدمه عندك اما لمبات التينج ستايل يا اما لمبات الفولورسينت طب بيقولك انا عندي لمبات عادية قوله جيبي الفولورسينت احسن كفاءتها قد اللمبات العادية كم مرة اربع مرات ده كلام كويس جدا نكمل مع بعض بنقوله فيه نوع تاني من انواع اللمبات وهو بيطلق عليه لمبات الزئبة ودي لا تستخدم فيه المساكن المنخفضة المنخفضة الصقف وتعادل كفاءتها لمبات الفولورسينت يبا اما تستخدم لمبات الزئبة او لمبات الفولورسينت اللي اتنين شغالين كويس اوي طيب اللمبات الموفرة ولمبات الليد يبا كم نوع من انواع اللمبات المستخدمة اول نوع قناه طبعا لمبات التنجستاين ثم لمبات الفولورسينت ثم بعد ذلك لمبات الزئبة ثم لمبات الموفرة ثم لمبات الليد قلنا افضلهم اللي هو لمبات الفولورسينت ودي اتبتعادل كفاءتها اربع مرات لللمبات العادية طيب كيفية التوزيع بقى لللمبات في داخل العنابر عشان الكلام ده مهم يتم توزيع اللمبات داخل العنبر على حسب قواتها ونظافتها ونوعها وحجمها تمام وحجم العنبا وعدد الطيور داخل العنبا بحيث نضمن تجانس الاضاءة يعني حضرتك لما تيجي توزع الاضاءة في داخل العنبا او في داخل اللمبات في العنابر لازم تراعي الاتي لازم نراعي الاعداد عشان يوصل لكل العدد اللي موجود في العنبا نفس كمية الاضاءة اللي بتوصل لأول طائر توصل لآخر طائر كويس قوي طب ايه كمان نظافتها نظافة اللمبات دي لازم بين الدفعة والدفعة يتم تنظيف هذه اللمبات عشان تاخد معدل الاضاءة الطبيعي اللي حضرتك عايزه لان اتفقنا ان الاضاءة مهمة جدا تمام حجم العنبا ما يكونش حجم العنبا كبير وتحط فيه نفس عدد اللمبات بتاع عنبر اقل حجما او اقل منه كثيرا لا مهم جدا ان انا نهتم بالنقطة دي تمام طب زي ما قلتلك عدد الطيور داخل العنبا كل الكلام ده انا بنعمله عشان نضمن حاجة مهمة دي جدا زي ما كنا بنقوله تجانس العليقة لازم نقول تجانس الاضاءة ان الاضاءة تصل لكل طائر موجود بنفس الكمية ونفس المعد الاضاءة بعنابر اه شايف بقى جبتلك انا بقى المنظر اتفرج على المنظر وشوف الجمال اللي موجود في العنبا شايف الكاتاكيت موجودة ازاي وشايف اللمبات متوزعة ازاي في داخل عنبر دجاج التسمية شيء مهم جدا اللي اللمبات ما تباش بص بداية العنبا زي نهاية الايه العنبا ماينفعش حضرتك تجيلي في وسط العنبا تمام ويبقى فيه ازلاء او في نهاية العنبا يبقى فيه ازلاء شايف منظر العنبا عامل ازاي راعي الكلام ده ولابد ان يراعى زي ما قلتلك عملية تجانس اللي ايه الاضاءة ادي اللمبات بقى اللي انا بنقول لك عليها دي انواع اللمبات طبعا فيه لمبات موفرة فيه لمبات تنجستاين فيه لمبات اللي هو الفلورسينت وفيه عندي حاجة مهمة جدا بقى يجب ان تكون معانا موجودة في داخل العنبا اللي هو جهاز اسمه جهاز اللوكاس ميتر اللي هو القياس شدة الاضاءة العنابر داخل التسمية عنابر التسمية يعني حضرتك هذا الجهاز حيخش يقول لنا نسبة الاضاءة كات او مدى شدة الاضاءة الاضاءة مناسبة ولا الاضاءة غير مناسبة فيه عندنا معدلات انا عايز معدل اضاءة عدد كذا اضاءة تمام بمعدل كذا بشدة كذا حيديني هذا الجهاز هذا ليه القياس ونبنا عارف لقيت الاضاءة اقل من المعدل ضروري على طول لابد من الاسراع في عملية تغيير اللمبات او تعدين اللمبات يبه هذا الجهاز يبه جهاز قياس احنا طبعا جديد علينا ان احنا نسمع الكلام ده كنا بنقول الهيجروميتر لقياس الرطوبة كنا بنقوله الترموميتر لقياس درجة الحرارة هنا ده جهاز اسمه اللوكاس ميتر اللي هو لقياس مين يا شباب شدة الاضاءة طبعا علماء كل يوم في تحديث كل يوم في جديد من اجل طبعا تحسين عمليات التربية والحصول على اعلى انتاجية من كل هزي الاشياء كويس او بعد كده بنقول لحضرتك عندنا درجة الحرارة يبه تكلمنا على الاضاءة درجة الحرارة في التحديد بتبدأ من 34 ل32 او يعني بتكون في معدل من 32 ل34 لو 33 اوكي ماشي بدأت ب34 في الاسبوع الاول ماشي بدأت ب32 ماشي حسب درجة حرارة الجو العادية عندك تمام وحسب درجات الرطوبة وذلك في اليوم الاول يبه اليوم الاول يجب الا تقل الحرارة عن 32 درجة مقوية وتخفض خلال الاسبوع الاول تدريجيا بمعدل يعني من 2 الى 3 درجات خلينا 3 درجات زي الكتاب ما بيقول لكن احنا لو اتنين درجة برضو مفيش مشكلة خالص عشان ما ننزلش بالحرارة مرة واحد ثم يتم تخفضها كل اسبوع درجتان يبه هو عايز بس يحافظ على اول اسبوع ان اول اسبوع ده حنزلها لكاما جماعة لتلات درجات ثم يتم تخفضها اسبوعيا بمعدل كا درجتان حتى تصل لدرجة حرارة 24 درجة مقوية ويجب ان يستمر معدل درجة الحرارة من 20 الى 24 ما تقلش عن كده ما تنزلش عن درجة الـ 20 درجة مقوية وإلا هتسبب مشاكل في الجهاز التنفسي هيأثر طبعا على معدلات النمو ومعدلات التريج بالنسبة ليه الطالب تمام وبيقول لي طبعا والمعيار هو درجة انتشار الطيوق يعني ايه الكلام ده لان نسبة الرطوبة تؤثر فيها الاحساس بالحرارة لا تعال لي بقى يعني ايه الانتشار هو المعدل المهم حضرتك عايز تعرف ان درجة الحرارة والرطوبة مناسبة ولا غير مناسبة وانت في داخل العنبر تخش تفتح العنبر وتبص على العنبق وتشوف مدى انتشار الدجاج في داخل العنبق يعني الدجاج في المكان ده والمكان ده متوزع في داخل العنبر كأن توزيع متجاة بيجري في كل مكان في العنب مش بقى متكون في مكان واحد تحت الدفاية لا ده مؤشر خطير جدا مجرد ما نشوف الكلام ده نعرف ان انا عندي مشكلة وان درجة الحرارة منخفضة جدا وعندي مشاكل معايا كده ولا لا لكن الطائر بيتحرك عادي في داخل العنبر وبيأكل وبيشرب وبتغزى لا ده كده درجة الحرارة مناسبة طبعا وعندك طبعا ترمومتر لقياس درجة الحرارة وطبعا الهيجروميتر لقياس درجة الرطوبة ولازم تكون ومعنا كنا طبعا اللوكسيميتر اللي هو بتاع قياس الإضاءة يبا احنا معنا كل أجهزتنا ده العنبر المجهز الكامل اللي ما ينقص فيه حاجة يبا ده بالنسبة للحرارة بنبدأ بدرجة حرارة كما شباب من 32 إلى 34 ده من أول يوم تمام خلال الأسبوع الأول في نهاية الأسبوع تخفض كم درجة؟ ثلاث درجات ثم بعد ذلك تخفض كم درجة؟ درجتين إلى أن نصل إلى درجة كامل من 20 إلى 24 درجة مقوية يجب أن لا تقل عن العشرين ولا تزيد عن الكامل عن الأربعة وعشرين عشان ما تأصرش وتسبب مشاكل للطيور اللي عندك يبا ده كده الحرارة تعال بقى ضبط درجة الحرارة عن طريقين؟ يقما تستخدم مراوح يقما تستخدم التبريد يقما نستخدم الدفعيات بأنواح يعني حضرتك أنا هنستخدم المراوح لو درجة الحرارة عالية هنستخدم المبردات لو درجة الحرارة عالية هنستخدم الدفعيات لو درجة الحرارة منخفضة بحيث أن أنت تتعدل درجات الحرارة يبا كيفية التحكم وضبط درجات الحرارة عن طريق يقما الدفعيات يقما المراوح يقما اللي هو طبعا وحدات التبريد أو بنقوله عليها المبردات مفهوم يا شباب معي ولا لا؟ ده فيما يتعلق به الحرارة عشان حضرتك تحافظ على الدرجة اللي احنا عايزين اللي انا بنبدأ بيها من 32 إلى 34 تخفض في نهاية الاسبوع إلى طبعاً 3 درجات ثم بعد ذلك كل اسبوع تنزل درجتين وتراعي انتشار الدجاج في داخل العنابر والكلام ده بيتم تصبيته زي ما قلتلك عن طريق وحدات التبريد والمراوح وعن طريق اللي هو الدفعيات بعد كده بيقول لك تأثير مهم جداً بنا عايز تركز معي في النقطة دي تأثير انخفاض درجة الحرارة في عنابر دجاج التسمين يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني حضرتك بفرض ان كانت درجة الحرارة منقفضة في داخل العنبة ايه مدى تأثيره على الطائر؟ الطائر هيحصل له ايه؟ بص بقى معي قالك نمرة واحد زيادة استهلاك الغزاء وارتفاع معدل التحويل الغزاء ايه يا مستر ده؟ يعني الحرارة لو كانت منخفضة الطائر هيتغزة اكتر؟ اه وارتفاع معدل التحويل الغزائي؟ اه طيب يعني ايه؟ يعني حضرتك معدل التحويل الغزائي لو كانت درجة الحرارة منخفضة عن الحد المطلوب لو انا مثلاً بنحول اتنين كيلو عليها تمام لكيلو لحب؟ لا حيتحول اتنين كيلو ونص عليها لكيلو ايه؟ لحب يبا الطائر كالاكتر لكن ما حولش اللحب بنفس الكيفية او نفس المعدل اللي هو عايزه فدي ظاهرة مش كويس؟ يبا انا يجب ان انا نحافظ على درجة الحرارة المظلة في داخل العمل لا الارتفاع كويس ولا الانخفضة كويس طيب نمرة اتنين استهلاك طاقة من جسم الطائر لتدفئة جسمه الطائر يعيني برداء فحياخد طاقة من جسمه المكنونة جوه اللي بتساعده على النمو وعلى المعاملات الجنسية وعلى معدلات انتاج البيض ومعدلات انتاج اللحب والكلام ده كل بياخد منطقته بيقل من حجمه بيقل من وضعه تمام كويس قوي طب نمرة ثلاثة انخفاض انتاج اللحب الطائر مع درجة الحرارة المنخفضة ما بيقدرش يحول العليقة اللي بيأكلها الى لحم زي ما قلنا بينخفض الانتاج بتاعه بتتحول ولكن بكميات بسيطة نمرة اربعة زيادة الاصابة بالامراض التنفسية زيادة الاصابة بيجي برد للطائر على طو نتيجة ان الطائر برداء زيك انت كده لما تبك جوه برد اوي ما حفظتش على نفسك في درجة حرارة بتصب البرد طب انا مجرد الطائر ما اصيب معايا محتاج حضرتك بقى وحدات علاجية معينة ومحتاج تحصنات معينة وبتدخل نفسك في دايرة وفي مصروفات وتكاليف وحاجات اكتر بكتير من المتاحة بالنسبة لك او اللي انا عامل حسابي عليه يبقى تاني تأثير انخفاض درجات الحرارة في داخل العنبق بيؤدي الى زيادة استهلاك معدل العليقة تمام وارتفاع معدل التحويل الغذائي استهلاك طاقة من جزم الطائر لتدفع الجسمه انخفاض انتاج اللح زيادة الاصابة بالامراض التنفسية تمام اوي تعالى بقى نشوف طب التأثير الزيادة زيادة الحرارة الكلام دا لو انخفاض لايه الحرارة طب تعالى اقول لي لو زادت الحرارة يا مستر ايه اللي حيجر برضو دا عنبر تاني اهوت زي ما قلتلك شكل تاني لعنبر لايه التسمين وطبعا مفروض ان عنبر مثالي عنبر نموزي طيب ازاي بقى يكون تأثير ارتفاع درجات الحرارة في عنابر دجاج التسمين لو زادت درجة الحرارة عن المعدل المطلوب ايه اللي هيحصل قال لي نمرة واحد زيادة انتاج الحرارة داخل العنابر من قبل الطيوم هتزيد انتاج الحرارة داخل العنابر من قبل ايه الطيوم يعني هتحس ان انت داخل كده العنبر كانك داخل فر ماشي يا عم نمرة اثنين قلة استهلاك الغزاء عكس التاني لانت حتنخفض شهية الطائر للتغزية كويس اوي طب لما الطائر ما تغزاش ايه اللي هيحصل مش حيبه فيه معدلات نمو معدلات النمو بتحتها هتقل نمرة ثلاثة انخفاض انتاج اللح يعني في كلتا الحالتين في لما كانت الحرارة عالية انخفض انتاج اللح ولما كانت الحرارة منخفضة برضو انخفض انتاج اللح في كلتا الحالتين تمام اربعة انخفاض معدل التحويل الغزاء انخفاض معدل التحويل الغزاء تمام طب يعني انخفاضه يعني برضو نفس القصة الطائر ساعتها هو ما بيتغذاش بقى كتير فبالتالي معدل التحويل للغزاية بتاعه مش هيكون مصبوط الاصابة بيئة الامراض التنفسية الاصابة بالامراض الايه التنفسية كويس قوي ظهور حالات النقر والافتراص يعني برضو الاصابة بالامراض التنفسية عامل مشترك ما بين الاتنين هنا بقى يزيد علينا حاجة اللي هي ظهور حالات النقر والافتراص الطيور حتنقوا بعضيها طب والتغلب على ديها نعمل عملية قص لليه للمنقى ولكن انا ايه اللي يوصلني للمرحلة دي ارتفاع نسبة النافق تمام تعال لي بقى يبقى لو ارتفاع درجة الحرارة عن الحد المطلوب الكلام ده يعمل يا جماعة لو ارتفعت الحرارة عن الحد المطلوب كلام ده هيؤثر على هيخلي في قلة في استهلاك الغزاء وبالتالي انخفاض في انتاج اللح وبالتالي انخفاض معدل التحويل الغزائي وبالتالي الاصابة به امراض الجهاز التنفسي وبالتالي حاجة مهمة ظهور حالات نقر وافتراص في داخل العنبة يبقى انت اللي سببت لنفسك المشاكل يبقى لا انخفاض الحرارة جيد ولا ارتفاع الحرارة جيد لازم اللي اتنين يكونوا معمولين بشكل متناسق اللي اتنين مع بعض لازم اللي اتنين يكونوا متوازنين مع بعض لازم الحرارة تكون الحرارة المصلة الإضاءة الإضاءة المصلة الرطوبة الرطوبة المصلة عشان كده احنا بنشرح الكلام ده وبنفاهمه لحضراتكم وبنفاهمه لكم عشان انت تبعرف ان ما فيش حاجة عشوائي كل حاجة مدروسة علميا وكل حاجة طبقا للمقررات العلمية بتاعتها لازم تتعامل عشان تحصل على اعلى انتاجية واعلى سرعات في النمو تمام بص بقى ده شكل عام لكتاكيت دجاج التسميه وهي في داخل العنبر زي ما انت شايف كده حضرتك شايف العنبر عامل الزاد وده طبعا في مرحلة النمو يعني تقريبا دي كده مثلا بعد عشر تيام او اتناشر يوم وطبعا مرحلة نمو مهمة جدا بالنسبة للطائر كتكوت التسمين كتكوت سريع في النمو كتكوت سريع في الترييش بتاعه كتكوت بيدي معدلات نمو عالية وبيدي متوسطات اوزان عالية لو حضرتك اتبعت كل التعليم الاساسية والتعليمات الاساسية بالنسبة للطائر تماما شباب معايا كده بعد كده لما نينتكلم برضه هنقول ايه ما هي بل احتياطات الواجب مراعدة في العنابر المفتوحة تفقنا حضرتك قبل كده ان انا عندي نوعين من انواع العنابر عندي عنابر مغلقة وعندي عنابر مفتوحة حضرتك لو هتربي في عنابر مفتوحة لازم تراعي الاحتياطات اللي انا هنقولها دي لو هنربي فيه عنابر مغلقة لازم نراعهم الاشياء اللي هنقولها برضه مع بعض فبنتكلم على العنابر المفتوحة لازم بس نفكرك به العنابر المفتوحة وهي التي تعتمد على وجود فتحات وشبابيك لاحداث التهوية في داخل العنبر تمام اما العنابر المغلقة وهي التي لا يوجد بها اي فتحات تهوية وبتتم كل حرارة ررتوبة تهوية اضاءة كله بيتم اوتوماتيكيا تمام تمام يعني احنا بتحكم فيها اوتوماتيكيا عن طريق طبعا المربي بينما هنا مربي ابيتحك بس ايفتع بقى الشباك ايه في الشباك عشان نزود التهوية نقلل التهوية وهكذا طب ما هي الاحتياطات الواجب مراعطة في العنابر المفتوحة خلال فترة الحر يعني لو درجة الحرارة عالية في الحر هتعمل ايه بص معي يجب الا تزيد كسافة الطيور عن من تمانية الى عشر طائر لكل متر مربع حضرتك لقيت الجو حر جدا خش على طول عن عمبا حاول تزبط دنيتك عندك كام عداء عدد كده حاول تخلي المتر المربع الواحد يكون فيه عدد من تمانية لعشر طائر بس ده الكلام ده لو درجة الحرارة ايه برافو عليكم عالية طيب زيادة عدد المشارب يا جماعة لما تبقى درجة الحرارة عالية احنا بنشرب كتير ولا لا طبيعي لو كنت بتستهلك في الوقت العادي ازازة مية هتستهلك اتنين في الحرارة العالية فلازم نزود عدد المشارب او عدد المصاقي بنسبة تلاتين في المية معقولة مستر آه طبعا لان طبعا درجة الحرارة هتخلي الطائر يستهلك كميات كبيرة من المياه فياجب ان تكون المشاربات كافية وبزيادة استخدام فرشة جديدة جفة ولا يتم تقليب الفرشة مطلقة اثناء فترة الحر ليه يا مستر الكلام ده انا عندي فرشة دايما بنقول بينصح بيه عملية تقليب لايه الفرش لما تبقى درجة الحرارة عالية تحديدا حاول ان انت بقى ما تعملش تقليب للفرش ليه لما تبقى الحرارة عالية خال الفرشة دي هتبقى جفة زيادة عن اللزوم لو جيت تقلبها هتعمل عفرة وغبار في داخل العنبة يؤثر على الجهاز التنفس معقولة شايف غلطة بسيطة جدا ممكن تؤثر على القطيح كله وانت بتجيب اعداد احنا بتجيبه العنابر وحداتك هتشوفه في المدارس عندك بالخمس تلاف وبالعشر تلاف كتكوه فاذا الغلطة تزعل يبقى لو درجة الحرارة مرتفعة جدا يفضل عدم تقليب الفرش تمام لكن يفضل تغيير استخدام فرشة جديدة جفة بدل الفرشة اللي موجودة شيل اللي موجودة خالص ما تقلبها وحط ايه فرشة جديدة كلام ده في حالة ارتفاع وانا انخفاض درجة حرارة ارتفاع درجة الحرارة يبقى لو لاحظت ان درجة الحرارة عالية يجب القاتل زيادة عدد المشابيات بنسبة تلاتين في المية كويس قوي لازم كسافة الطيور تكون على اقل من تمانية الى عجرة طائر في المتر المربع ما تزيدش عن كده من تمانية الى عشرة كويس قوي طيب تغلق الاضاءة خلال فترة الظهيرة ولمدة كم ساعة تلات ساعات هتقول لي ما انا كده هنقصر لا وانت بتقلل عدد ساعات الاضاءة ما الاضاءة برضو بتدي حرارة فحتزود كمان رفع درجة الحرارة يبقى فرضة الظهر اللي هي الحرارة عالية حاول تقفل الاضاءة لمدة كم ساعة لمدة تلات ساعات كلام ده امتى يا شباب لو الحرارة عالية شايف كل جملة من اللي انا قلتها جملة مهمة جدا لكل مربي لو راع الكلام ده اسناء عملية التربية او اسناء الدفعة اللي هو جايبة صدقني الدفعة تطلع مظبوط ممكن تعمل كل الاحتياطاء وتيجي على موضوع زي الفرشة تروح مقلب تضيع الدنيا ممكن تعمل كل الاحتياطاء وعدد المشروبيات غير كافي تضيع الدنيا يعني الغلطة يا مستر مهمة جدا عشان كده حضرتك لازم تنتبه معانا كويس جدا اذا كنت واخد الموضوع بجدية وان شاء الله بإذن الله تاخده بجدية وتكون تحاول تمارس الحياة العملية وزي ما قلت لك تحاول ممارسة بايدك فعليا المشروع اللي يربحك ويكسبك ويقفك على رجليك ان شاء الله من خلال هذي المشروع بعد كده بنقول لك ايه يمنع مرور العماء خلال هذي الفترة الا للضرورة القصوى يعني مش العامل بقى داخل طالع تدخله في العنبة لا الكاتكوت مش طيق نفسه من الاخر يعني زي انت ما تبب زهقان وحران ومتبهدل كده ما انتش طيق حد يقرب منك نفس القص طب ليه مستق ما هو وهو ماشي العامل على الفرشة كأنه بيقلب الارضية بتاعت الفرشة فبالتالي ممكن ايه غبار يطلع تمام يأثر على الجهاز الايه التنفسي كويس قوي تقدم عليقة متوازنة عالية الكسافة الغذائية ايه سلا يعني يا مستر بصيلي يا باش يعني ايه عليقة متوازنة عليقة متوازنة يعني لابد ان تحتوي على كافة العناصر الغذائية طب ايه هي يا مستر عناصر غذائية بص معي لما بنقول عليقة متزنة او عليقة متوازنة لابد ان يكون بيها الات مصدر للكربوهيدرات مصدر للدهوم مصدر للاملاح المعدنية مصدر للفيتامينا يبقى الطائر في هذه المرحلة مرحلة ارتفاع درجة حرارة مجيش حضرتك كما هو بيأكل اقل فمجيش حضرتك تدي له اكل ليس به قيمة غذائية او ناقص من عناصر غذائية معينة لا لازم حضرتك تحافظ على ان القيمة الغذائية اللي بيتلقاها الطائر تكون قيمة غذائية في كل الاحتياجات اللي هي ميه كربوهيدرات ديون ام لح معدنية فيتامينات بالاضافة الى الماء كل العناصر الكاملة كويس تقدم عليها متوازنة زي ما قلن يضف العليقة او مياه الشرب جرعات اضافية من فيتامين سي كويس حاجة بتزود المناعة حلوة اوي عشان الطائر طب مقاومته كويسة ما يتأثرش طب يا مستر هي درجة الحرارة دي الكلام ده كله انت بتتكلم لو كانت العنابر مفتوح طب لو عنابر مغلقة عشان كده اسعار العنابر مغلقة جبار اسعارها غالية جدا ليه بقى بيعزل الطائر عن الجو الخارجي انا عامله بيئة اللي هو عايز البيئة اللي هي المناسبة اللي معيشته عشان كده معدلات النمو ومعدلات الربحية بتكون عالية من العنابر المغلقة افضل بكتير من العنابر اللي هي المفتوح طب ليه لان العنابر المفتوحة بتتأثر ما ما حضرتك عملت احنا كل ده بنحاول نحافظ على حيوية ونشاط الطائر وان الطائر يكون في حالة بدنية وحالة جسدية جيدة عشان يستطيع النمو ويستطيع طبعا انتاج اللي هي اللحب مفهومة شباب معي طيب كويس او يبقى ما ننساش نحط في العليقة جرعات من فيتامين ايه سي تمام يا اما في العليقة يا اما في مياه الشرب طب مصادر التدفئة بقى تمام ما صحنا قلنا قبل كده مصادر الاضاء لمبات بقى فلورسينت والهوفر وقلنا لمبات الانفرارد وكل والتنجستاين وكده طب هنا بقى من مصادر التدفئة حيبقى عندي مين هناك العديد من نظم التدفئة والتدفئة بالهيتر بالهيتر ده يعني حاجة زي مركزي كده تمام هو بيدفر عنبر اوتوماتيك يبقى انا عندي مصادر التدفئة يئمة تستخدم الهوفر او العاكس يئمة تستخدم التدفئة بالهيتر المهم لابد ان يكون هناك مصادر للتدفئة نخش على العامل اللي بعد كده وهو مين التهوية اساس التهوية هو توفير الاكسوجين والمحافظة عليه في الدم يا جماعة لو الاكسوجين نسبته قلت في العنبر نسبته هتقل في الدم حيبى عندنا مشاكل كتيرة جدا 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 بالنسبة ليه الطائر فإذا اساس التهوية ان انا بنوفر الاكسوجين لما يتوفر الاكسوجين بكمية مناسبة في العنبر هيتوفر الاكسوجين في الدم لكن لما بتقل التهوية بيقل لنسبة الاكسوجين في الدم وبيتخنق الطائر والرطوبة بتزيد وبيحصل مشاكل كبيرة جدا جدا ايه? ظهور رائحة الامونيا او النشادر من مجرد خليك لماح كده. من مجرد ما تخش العنبا. حتلاقي بص عنك دمعي. ده لو كانت نسبة الرطوبة عالية والتهوية رضيئة. لو التهوية رضيئة. حتلاقي نسبة النشادر طرعت على عنك كده. عملت لك حرقام في العين. وريحة طبعا صعبة جدا. يبقى لازم انا نحافظ على التهوية الجيدة في داخل الايه? العنابر مهمة ولا مش مهمة? مهمة للغاية. ماشي يا باشا. طيب بيقول لي ظهور رائحة الامونيا او النشادر لمبنى دليل على ان التهوية غير ايه? كافية زي ما قلنا. طب التهوية الغير جيدة تؤدي الى ايه? الى تراكم وزيادة تركيز سانيوكسيد الكربون وبخار الماء. هي بتقلل الوكسجين وبتزود بقى سانيوكسيد الكربون وبخار الماء اللي هي الرطوبة اللي بتزيد اللي هو بيخنق للطاق. طب يبقى انا عايزة هنوه. تهوية يا جماعة. تهوية لأي كائن حي. اي كائن حي. تهوية مهمة جدا 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 بالنسبة له. وحالته الصحية تتأثر بمعدلات التهوية اللي موجودة. فحالة الطاقر نفس القس. كويس او. يبقى لو التهوية كانت رضيئة. اللي هيحصل يا مستا? هيقل لنسبة الاكسجين. طب وإن اللي هيزيد? هيزيد سانيوكسيد الكربون. وإلا هيزيد كمية نسبة بخار الماء. فبالتالي ترتفع الرطوبة وبالتالي يظهر معي ايه? المشاكل كلها. تمام. بعد كده. تساعد التهوية على التخلص من الغازات الضر. اهو. والحرارة الزائدة والرطوبة الزائدة. زي ما قلت لحضرتك. يبقى لابد ان يكون فيه تهوية جيدة. ولا تهوية كده اي كلا. طبعا تهوية جيد. احنا لما قلنا. وتكلمنا على الحرارة. قلت لك تأسير زيادة الحرارة على الطائر حتكون ايه? وتأسير نقص الحرارة على الطائر حيكون ايه? واتفقنا في النهاية ان لا الزيادة هتنفع ولا النقصة هينفع. احنا عايزين المعدلات المصلة اللي زي الكتاب ما بيقول عليه. اللي احنا بنقول لك عليه تعمله. تمام معي كده? ولا لا ده لو انت عايز تنجح في مجال التربية. فيش حاجة فاهم كبرة. ما فيش حاجة كده اسمه ماشي نفسك يا عم. اعمل بس لا. اه. حضرتك انت بتتعمل مع روح. تمام? حتى حتى تكبت خسائر طائلة. تمام. طب انا هنعمل نفس الموضوع. بالنسبة ليه? التهوية السيئة. لو كانت التهوية سيئة. سيئة يعني يا اما طبعا بالنسبة لنا يعني التهوية رضيئة للغاية. ايه اللي هيحصى? قالك انخفاض معدلات التحويل الغذائي. الطائر مش هيعرف يحول الغذاء الى لحظة. معقولة يا مستر. طب ايه يا ملا بالكلام ده. ما انت مش مريحه نفسية. النفسه مش مرتاح. هيحول ازاي العالية. انت لا تستطيع النمو طول ما انت عندك قلق. عندك مشاكل. كده هيبه هو الطائر عنده مشاكل تنفسي. كويس او. انخفاض اوزان الطيو. ماهو ده يعقب ده. ازا كان معدلات التحويل الغذاء اقلت. بالتالي ايه اللي هيحصى? هتنخفض اوزان الطيو. تمام. الاصابة الامراض التنفسية زي ما قلت لحضرتك. وبصفة خاصة مرض مهم جدا. الالتهاب الشعبي المزمن. لما يحصل الالتهاب الشعبي. تمام? في الجهاز التنفسي. الطائر بيبه فيه معاناة جمدة جدا. ان انت ترجعه لحالتك لحالته الطبيعية. تضطر بقى تستخدم بقى مضادات حيوية وبتاع. وطبعا الكلام ده ماهو الساهل. الكلام ده مكلف جدا. فبيزود من المصروفات. تمام اللي حضرتك بتصرف. طبعا كلام مهم جدا بالنسبان. فلازم تراعي ان تكون التهوية جيدة. تمام يا جماعة. التهوية بتاع لها دور كبير جدا. الاضاءة لها دور كبير جدا. الحرارة لها دور كبير جدا. تمام? نكمل مع بعض. معدلات التهوية كالقاتي. ايوة بقى قللي. انت حضرتك قلت لنا ودلوقتي تهوية تهوية تهوية. ماشي. قللي بقى معدلات التهوية ايه? عشان نعرأ. قالك في العنابر المغلقة ركز معي. في العنابر المغلقة. تمام? تكون معدل التهوية. فيه? قالك اتنين لتلاتة متر. كل ساعة لكل كيلو جرام وزن حي. كويس. عايز من اتنين لتلاتة متر. تمام? تهوية. تمام? التهوية تقاس بالمتر. كوي. او اتنين متر مكعب تحديدة. لان التهوية بتقاس بالمتر المكعب. هي من اتنين لتها. بس خلينا اتنين متر. مكعب لكل ساعة لكل كيلو جرام وزن حي. وفيه الصيف بيكون كا. من اربعة الى خمسة متر مكعب لكل ساعة لكل كيلو جرام وزن حي. طب يعني لو الدجاجة يا مستق وزنها اتنين كيلو. تمام? يبت عوز كم تهوية? اربعة متر مكعب كل ساعة. اربعة متر مكعب كل ايه? ساعة. لان احنا قلنا. ده الكلام ده في فصل ايه حضرتك? ده الكلام ده لو كان ايه? لو كان فصل الشتاء. طب لو كان في فصل الصي. تعوز بقى كا. من اربعة الى خمسة متر مكعب كل ساعة. لكل كام. الكلام ده مهم. عشان ساعات نقول لك ايه? من اربعة الى خمسة متر مكعب كل ساعة. ونسكت وخلاص. لا. ده لكل وزن حي. لكل كيلو جرام وزن حي. يعني لو اتنين كيلو حياخب المضاعفات هذا الرقب. فاهميه? يعني في الصيف تعوز كم جدع كده اوه? من تمانية الى عجرة متر مكعب. فص ايه? في الساعة لايه? الوهب. ده لو كان متوسط الوزن كم كيلو يا شباب? اتنين كيلو جرام. مية مية كده. الكلام ده عنابر مفتوح او العنابر مغلق? يلا اتدون معي العنابر المغلق. يبقى في العنابر المغلق. اتنين متر مكعب. لكل كيلو جرام وزن حي في فترة الشتاء. طب في الساعة من اربع الى خمسة متر مكعب لكل كيلو جرام وزن حي. بس الكلام ده في فصل الايه? في فصل الصيف? لان طبعا الحرارة هتكون ايه? عالية. كويس او? طب لو عنابر مفتوحة بقى يا مستا. قالك يجب الله تقل فتحات الشبابيه عن خمسة وعشرين في المية في فترة النمو. وتلاتين الى خمسة وتلاتين في المية في فترة الانتاج. حد جدع يقول لي ليه? في فترة النمو خمسة وعشرين في المية. وفي فترة الانتاج زودناها لتلاتين لخمسة وتلاتين في المية. هنلاقي طالب جدع يقول لي ايا مستر ما فترة الانتاج الطائر زاه فحجمه زاه. فبالتالي حيحتاج تهوية ايه? اكبر? وهنقول له برافو عليك لان كلامك سليم مية في المية. يبقى يجب الله تقل فتحات الشبابيه عن خمسة وعشرين في في فترة النمو و30 إلى 35% في فترة الانتاج على أن يكون اتجاه العنبر شرق غرب مهمة جدا دي تمام ليواجه أحد جوانب العنبر اتجاه الريق عشان يعني يبقى فيه ايه شوية تهوية جيدة تمام قوي يبقى عرفنا دلوقتي معدلات التهوية في العنابر المغلقة ومعدلات التهوية في العنابر المفتوحة كويس تمام يا شباب طيب تعالي بقى على حاجة مهمة جدا الكلام ده كله الارقام اللي انا بنقولها دي بتجيلك في التقييمات يعني معدل التهوية في المتر المكعب تمام لكل كيلو جرام وزن حي في فصل الشتاء في فصل الصين معايا ولا لا طيب الرطوبة هتعوز كام الحرارة هتعوز كام فحضرتك ركز على الارقام اللي انا قلتها وانا بنقف عندها وبنعيدها كذا مرة فركز على النقاط دي لان دي مهمة جدا فيه التقييمات الرطوبة يجب الا تزيد نسبة الرطوبة داخل العنبر عن 70% اسمع الرطوبة المصلة من 60 ل70% الرطوبة المصلة من 60 ل70% يا مستر لقيتها 60 شغال 65 شغال 70 شغال اكتر من 70 مشكلة يبا تاني درجة الرطوبة المصلة اللي هي كام من 60 الى 70% يبا الرطوبة من كام لكام يا جباب 60 ل70 معدلات التهوية عرفناها لما يسألك او تبص في السؤال في دليل تساو او يسألك المستر في تقييم لازم حضرتك تبافاه عن ابر مغلقة والعنابل مفتوح لان تختلف من العنابل المغلقة العنابل ليه المفتوحة زي ما قلنا وزي ما اتفقنا تمام؟ كويس اوي يبا تحضين الكاتاكيت وافضل نسبة هي تتراوح بين من كام لكام برافو عليكم من 60 الى 70% ده كده نسبة الرطوبة نكمل برضو كده مع بعض ترتفع الرطوبة في العنابل الاسباب القتائية ايه يا مستر يا ترى اللي حيرفع الرطوبة في العنبة كويس تعرف وكويس ان السؤال ده يتسهل مهمة اوي نمر واحد زيادة استهلاك الطيور للماء الطائر استهلك مية كتير معايا عندك العنابل فهم الشبيات كتير واستهلك مية كتير كويس اوي تمام طيب هيكون اخراج كتير فالرطوبة هتزيد ماشي طيب ارتفاع درجات الحرارة تزيد من قدرة الهواء ركز بقى لما الحرارة تبع علي قوي قدرة الهواء على حمل الرطوبة بتزيد اه طيب مما يزيد الرطوبة عن ايه عن ارتفاع الحرارة في المناطق الموجود بقى مسطحات مائية يا نهر ربيان معقولة الكلام ده اه طبع يبقى الرطوبة هتزيد في المناطق اللي فيها مسطحات مائية اه لذلك ترتفع الرطوبة في العنابر لوجود مصدر للايه للمياه تمام يبقى اي مصدر للمياه موجود في العنبر بيرفع من نسبة الايه الرطوبة طب الرطوبة الموصلة كام برافو عليه من 60 الى 70% تمام لا اقل من كده تنفع ولا ازيد من كده تنفع ده معدلات الرطوبة بالنسبة ليه الطائر تمام اوي نكمل برضو مع بعض طبعا احنا ايه كده بالنسبة ليه الرطوبة عايز نكمل بخار الماء بيقول في بخار ماء بص معايا شباب بيقول لما قال لي حترتفع الرطوبة قالك لوجود مصدر للمياه مصدر المياه ده متمثل في ايه قد يكون بخار ماء ناتج عن تنفس الطيو تمام لان التهوية مش جيد بعددتك عملت رطوبة عالي طب الرطوبة الناتجة من زرك الطيو زي ما قلت لك نتيجة الاخراج بيزود طيو والطاير كان شارب مياه كتير فبالتالي معدلات الاخراج حتزيد طيب مصدر مياه الشرب تمام الموجودة في داخل العنبق ممكن تكون بكميات كبيرة وقت على الارضيات حضرتك ما جففتش الفرشة حضرتك ما استبدلتش الفرشة المبتلة بفرشة نشفة الكلام ده كله يزود الرطوبة ويأثر على الرطوبة كويس اه كده طبعا الكلام اللي احنا قلناه فيه ما يتعلق بمين دلوقتي بزيادة الرطوبة فيه داخل العناب يبا لما نجي بقى نبص فيه ما يتعلق بالموضوع اللي احنا قلناه فيه دجاج التسمين اساسي بقى حضرتك دلوقتي انا جاي نعمل بقى مشروع دجاج تسمين لابد من مراعاة الات عندي احتياجات بيئية وده كموضوعنا طبعا اللي احنا بنتكلم فيه احتياجات بيئية يعني حرارة رطوبة تهوية تمام تقليب تمام للفرشة كمان ده مهمة جدا طب سيبك من كده انا بقى دلوقتي جيت خدت الكاتكوت عمر يوم احتياجاته ايه زي ما انا قلتلك قلتلك حضرتك حجيلي في عمر يوم لابد من الات لابد من الات عمل ايه عمل طبعا باكيا في عنبر ده اسمها عنبر التحدي حطت حضانة الحضانة دي العنبر لازم يا جماعة تخيل نفسك دلوقتي خلاص انا نويتها مستر نعمل مشروع ده جاي انسى بقى خلاص انسى بقى المدرسة وانسى النواحة التعليمية دلوقتي نفكر بدماغي وحنوظف النواحة التعليمية اللي انا اخدتها عشان نشتغل فيها شغلنا المصبوط نعمل ايه التحديم تمام المشروبية مخصولة ومجهزة العنبر مخصول ومطهر قبل ورود الكاتكيت بفترة كافية الدفاية شغالة قبل ورود الكاتكيت ب24 ساعة على الاقل مجهزة العنبر حضرتك كل التجهيزات جاهزة الدفايات انا مختبرها اختبار جيد جدا طب يا مستر خلاص اختبرنا الدفايات وجهزناها وحطناها حطت المشروبية نملاها بالمياه اه تملاها بالمياه نحط فيها كميات من المياه اه حط فيها كميات من المياه مفيش ادنى مشكلة بالنسبة طب ليه عشان لما الطائل هو طالع من درجة حرارك 37.7 درجة ايه ما اوي درجة الحرارة بتاعت قولي ايه بتاعت التفريق لما تيجي تعرضه لدرجة حرارة منخفضة هيحصل له تأثير على الجهاز التنفسي هيأثر عليه تأثير سلبي تمام؟ كويس قوي هيأثر هيعمل لي بقى زي ما قلتلك التهاب شعبي اللي انا مش هنعرف نطلع منه فلازم حضرتك التوازم في الحرارة توازم في الحرارة بدأنا بدرجة حرارك احنا طالعين قولنا من 32 لمرخص الكلام اللي قلناه من 32 ل34 درجة ماوي خلال اهنو اسبوعة مستا خلال الاسبوعة الايه؟ الاول على ان تخفض درجة الحرارة في بداية الاسبوع التاني بمعدل كم درجة؟ 3 درجات كويس يعني بننزل كده ماشي واحدة واحدة ثم بعد ذلك كل اسبوع تخفض الحرارة بمعدل كم درجة؟ درجتين تمام؟ الى ان تصل الى كام؟ الى 20 ل24 درجة ماوي طب ليه يا مستا لو قلت عن العشرين حيتأثر الطائر ولو زادت عن العشرين حيتأثر ايضا الايه؟ الطائر كلام كويس قوي قلنا تأثير زيادة الحرارة هيؤدي المشاكل الكبيرة جدا قلناها وذكرنا منها الكتير اللي هي ايه؟ مستا قلنا معدل استهلاك العليقة هيزيد ولا هيقل؟ ما معدل استهلاك العليقة لو الحرارة عالية هيقل طب الكفاءة التحولية لا حتبقى مش مزبوط تمام حتقل طب اللي بالنسبة للطائر معدل الانتاج بتاعه هيقل طب النمو هيقل هيقل عندي حاجات كتير طيب لو انا بقى كان عندي درجة حرارة منخفضة وحضرتك لم تتنبه الدفاية كانت شغالة وفصلت منها ما ينفعش لازم كل شوية نخش لازم كل شوية نخش عن بري نتمم عليه كل ساعتين كده نخش نبص بصة ليه؟ لان ممكن خلال الساعتين تحصل كوارس عندك اذا انخفضت درجة الحرارة انت يا مستر ما مش مشكلة ما تدفاش يا غال ما لما تتكون كل العدد اللي موجود في العنبة يجي تحت الدفايات ده يعمل لك مشاكل كبيرة جدة بالنسبة له انت فاهم معي ولا لا؟ بالنسبة له بالنسبة له اللي كانت دلوقتي تتكون جيه تزاحم جيه موت بعض فما ينفعش جيب بقى احنا لازم بالعقل كده نزبط ميه درجة الحرارة طب يا مستر درجة الحرارة اتزبطته تمام التماء الفرشة في الارضة لابد من استخدام فرشة من التب او من النشارة ارتفاعاتها تختلف من الصفاء من الصيف الى الشتاء في فصل الشتاء تكون ارتفاعات الفرشة اكبر شوية في فصل الصيف تكون ارتفاعات الفرشة اقل شوية طب يا مستر ما حطيتش فرشة خالص الارضة راتب هتعمل رطوبة للطائر هتكسح الطائر مش هيقدر يمشي معي ولا لا فدي مشكلة يبانا لازم نتلافى النقطة دي معقولة الفرشة اللي هي من التب او من المشارة الحاجات البسيطة جدا اللي يعني التي تكاد لا تذكر بالنسبة لنا ما فياش اي مشكلة فدي بتعمل لنا ازمة كبيرة جدا بالنسبة للطائر كويس يبانا جهزنا فرشتنا يبانا جهزنا الحرارة يبانا لازم اتدفاية جاهزة وانتلك جاهزة قبل ورود اللي هي الكاتاكيت المشابيات موجودة مشابية ارتفاحة طبعا على الاقل على ارتفاع 3 سنت بحس ان الطائر يطوله تمام تعمل له مشابيات اللي هي العادية مشقال عادية طب لانه هو لسه مش حي مش حيقدر يطول المشابيات الوتوماتيكية اللي بعد فترة تمام قوي الغزيات تستخدم اطباق للتخزين اطباق اللي اسمها اطباق تحضين كده اللي انا بنحط فيها الغزاء عشان برضو الطائر يطول وما نحطهاش بكميات كبيرة عشان الطائر مايبحترش العليقة في داخل الايه العنبا لازم طبعا الحواجز معمولة مظبوط الستايا معمولة مظبوط في داخل الايه العنبا كده انا مجهز عنبري يبا لما انا نيجي نجيب بها كتاكيتي على طول نحط الكتكوت تقومي الاجواء ما تكونش اختلفت عما قبل ما تكونش الجو بتاعنا اختلف عن الجو اللي كان قبل كده اللي هو كان الكتكوت طالع عليه على درجة حرارة سبعة وتلاتين وسبعة من عشرة درجة ماوية ما تقول ليش كده خلاص انا عملت حرارة تاوية تعالى بقى الاضاءة الاضاءة مهمة ولا مش مهمة الاضاءة بجهاز تمام اللوكسيميتر لانا قلتلك قياس درجة الاضاءة قياس شدة الاضاءة لازم الجهاز ده يكون موجود عشان نشوف الاضاءة دي مناسبة ولا غير مناسبة قلنا لما تبقى اضاءة مناسبة هتؤثر على افرازات الغد النخمية الموجودة في المغ بيحسر تغير هرموني معين في جسم الطائر يؤدي الى فتح شهية الطائر ويؤدي الى زيادة النضج الجنسي تمام او يعني معدلات النضج الجنسي بتكون جيدة ومعدلات بعد كده التلقيح بتكون جيدة وبالتالي بعد كده بيطلع بيض مخصب وبتزيد بعد كده نسبة الفاكس كل ده مستر من من الاضاءة اه طبع يؤثر على النمو اه طبعا لان انا بنربي قطعان تسمين ممكن ما نعص بعد كده انتاج بيض لكن طبعا فيه ناس بتربي بغرض انتاج البيض في مزارع اخرى لكن في قطعان دجاج التسمين تحديدا دي تبقى قطعان مخصصة لانتاج اللح فاحنا طبعا دي لكن الاضاءة مهمة في كل العوامل مهمة للحرارة مهمة طبعا لسرعة النمو لسرعة التريش للتغذية الجيدة لمعامل التحويل الغذائي اللي هو معدل تحويل العليقة الى ايه الى لح يبا زبطنا ميه الحرارة زبطنا ميه الاضاءة لبقى التهوية زي ما قلتلك ما ينفعش حضرتك تخيل ان لو هتقدر انت تعيش في العنبر يبا الكتكوتة هيقدر يعيش فيه انت متخيل معا او لا حضرتك دخلت لقيت ريحة النشادر عالية جدا في داخل العنبة لا ده كده نسبة الرطوبة ايه عالية والتهوية ايه رضيئة لازم تعمل زبط لعملية التهوية لان التهوية هتأثر على سرعة النمو هتأثر على معدل التحويل غزاء هتأثر على الجهاز التنفس هتصيب الطائر بامراض الجهاز التنفس هتعمل لي قلق جميل جدا يبا نضيف للعوامل البيئية اللي قلناها اللي هو معدلات مين كمان من التهوية يبا لازم حضرتك تثبت التهوية لازم حضرتك تثبت الحرارة لازم حضرتك تثبت اللي ايه الرطوبة ده كلام كويس قوي أما نيجي نبص تاني على عامل تاني من العوامل المهمة جدة يبقى قلنا معنا حرارة قلنا معنا تهوية وقلنا معنا إضاءة اللي هو عامل الرطوبة زي ما قلتلك مفروض لو أنا في مكان فيه مسطحات مائية فيه مسطحات مائية كتير بالنسبة لنا تمام يبقى احنا طبعا بالنسبة لي حيزود لي نسبة الرطوبة لو انت عامل استهلاك للمياه في داخل العنباء ده حيزود لك ايه نسبة الرطوبة اعتقد كده احنا لمينا كل حاجة عن العوامل البيئية اللي دجاج التسمين أثناء فترة التحضين واعتقد حلقة مسمرة بالنسبة لنا واعتقد استفادنا استفادة كبيرة منها وأرجو ان تكون يعني فعلا بالفعل فيه استفادة بس أنا حاسس ان الكلام سالس وسالس معنا ياريت الناس تحط الموضوع في دماغها زي ما قلتلك ما تاخدش الموضوع دراسيا فقط ولكن معنا دايما هتاخد الجديد ومعنا بإذن الله بإذن الله هتكون في حتة تانية خالص واستمتعت معاكم بالحلقة واتنا دايما بيخلص معاكم بسرعة وشكر خاص لأسرة البرنامج واستوضعكم في رعاية الله وإلى لقاء آخر في حلقات قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة